كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البيات عن اعتقال نحو 497 شخصاً خلال عامين بتهم الاتجار بالبشر في العراق مؤكداً أن ضحايا تلك العصابات هي الفئة الهشة والفقيرة في المجتمع وقال البياتين الفئات الأكثر استهدافاً من قبل عصابات الاتجار بالبشر هي الفئات الهشة والفقيرة لافتن إلى أن هناك تطوراً كبيراً خلال العامين الماضيين في دور وقدرات الأجهزة الأمنية في ملاحقة تلك العصابات